بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم مرسلين نبينا محمد عليه أفضل وصلاة وأتم متسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم وعلمكم الأستاذ علي قحطاني ويرافقني في لغة الإشارة زميلي الأستاذ معاذ القرعاوي بمشيئة الله نسأكملوا إياكم دروس مادة الرياضيات لصف الرابع الإبتدائي درسنا اليوم يا مبدعين ويا مبدعات يحمل عنوان استكشاف طرح الكسور المتشابهة وكذلك طرح الكسور المتشابهة إذن فكرة الدرس اليوم أبناء بناتي أنا أستعمل النماذج لطرح الكسور المتشابهة كذلك أطرح كسورا متشابهة إذن ننطلق وإياكم مع درس استكشاف طرح الكسور المتشابهة والذي كانت فكرته أنا أستعمل النماذج لطرح كسور متشابهة ننطلق وإياكم أبناء بناتي هنا يقول يمكنك استعمال نماذج الكسور لطرح كسور متشابهة ونتذكر الكسور المتشابهة ماذا نعني بها ابناء بناتي التي لها نفس المقام صح ولا لا يا أبطال مبدعين بارك الله فيكم لدينا هذا النشاط يقول عند حسن كيس في كرات زجاجية زرقاء وأخرى حمراء إذا كان الكسر الذي يمثل الكرات الزرقاء هي خمسة أثمان والكسر الذي يمثل الكرات الحمراء ثمين فكم يزيد الكسر الذي يمثل الكرات الزرقاء على الكسر الذي يمثل الكرات الحمراء ابناء بناتي حتى نقوم بحل هذا النشاط لا بد أن نتبع مجموعة من الخطوات هنا الخطوة الأولى بارك الله فيكم أن أعمل نموذجا للكسر خمسة على ثمانية أو خمسة أثمان وذلك بإستعمال خمسة قطع للكسر ثم إذن أبناء بناتي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة قطع لكي ماذا؟ لكي تمثل خمسة أثمان ونظر من هذه الخمسة القطع مثلت لي الكسر خمسة أثمان طيب أبناء بناتي الخطوة الثانية أن أطرح ثمين أبناء بناتي أو ثمين على ثمانية إذن ذلك عن طريق ماذا؟ أحذف قطعتين من النموذج السابق لكي تمثل الكسر ثمين على ثمانية إذن لدينا هنا خمسة أثمان قمنا بحذف قطعتين أبناء بناتي من الأثمان والتي تشكل ماذا؟ أو تمثل ثمين إذن خمسة أثمان مطروحا منها ثمين ماذا سيكون الناتج أبناء بناتي؟ سيكون الناتج هو عدد القطع المتبقية إذن أقوم بعد القطع أو عد قطع نموذج الكسر ثم المتبقية كم يتبقى لدينا؟ واحد، اثنان، ثلاثة إذن نقول عنها ثلاثة أثمان وبالتالي فنقول خمسة أثمان مطروحا منها ثمين تساوي ثلاثة أثمان إذن الكسر الذي يمثل الكرات الزرقاء يزيد بمقدار ثلاثة أثمان على الكسر الذي يمثل الكرات الحمراء وبهذا نكون أبناء بناتي سأعرضنا وإياكم هذا النشاط ننتقل إلى نشاط آخر وفيه نقول اشترى إبراهيم تسعة أعشار كيلو جرام من الجبن الأبيض وستة أعشار كيلو جرام من الجبن الأصفر كم تزيد كمية الجبن الأبيض على كمية الجبن الأصفر وهنا كلمة كم تزيد أبناء بناتي ماذا توحي لنا أنه نريد الفرق صح ولا لا يا أبطال إذن سنستعمل الطرح حتى نستعمل الطرح ونطرح ستة أعشار من تسعة أعشار لابد أن نتبع مجموعة من الخطوات الخطوة الأولى أعمل نموذجا للكسر تسعة أعشار هنا وضعنا كسر الأول القطع الأولى من الكسر عشر قطعتين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع لدينا تسع قطع من نماذج الأعشار وهي تمثل تسعة أعشار إذن أبناء بناتي الخطوة الثانية أنا أقوم بطرح ستة أعشار إذن سأقوم بحذف ماذا؟ ستة قطع واحدة اثنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة الخطوة الثالثة أن أعد قطع النماذج المتبقية وهي التي ستكون ناتج عملية الطرح إذن قطعة قطعتين ثلاثة إذن تبقى ثلاثة أعشار إذن أستطيع أن أقول تسعة أعشار مطروحا منها ستة أعشار يساوي ثلاثة أعشار إذن اشترى إبراهيم كمية من الجبن الأبيض تزيد بمقدار ثلاثة أعشار كيلو جرام على كمية الجبن الأصفر وبهذا أبنائي بناتي نكون استعرضنا هذا النشاط منه ننتقل إلى التدريبات هنا يقول أستعمل نماذج الكسور أو أستعمل نماذج الكسور لتجد ناتج الطرح ثم أكتبه بالكلمات تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين صلت اللي جابة بارك الله فيكم إذن لدينا اثنين على أربعة مطروحا منها ربع ابناء يبناتي انظروا معي لدي هنا مثلنا الكسر الأول ربعين صح ولا لا قطعتين من الأرباع طيب بارك الله فيكم سأطرح منها ماذا سأطرح منها ربع إذن سأقوم بحذف ماذا قطعة واحدة من الأرباع ابناء يبناتي المتبقي كم يا أبطال ربع إذن نستطيع أن نقول ابناء يبناتي أن ربعين مطروحا منها ربع تساوي ربع وهو إجابة هذا السؤال بارك الله فيكم ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي وهنا بنفس الفكرة أوجد ناتج الطرح واستعمل نماذج الكسور عند الضرورة ستة أسباع مطروحا منها أربعة أسباع هل تستطيعون ابناء يبناتي فضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين وصلاة الإجابة بارك الله فيكم لدينا هنا ستة أسباع مطروحا منها أربعة أسباع إذن ستة أسباع طرحنا منها كم يا أبطال أربعة أسباع كم يتبقى سبعين بارك الله فيكم أو نقرأها بطريقة أخرى نقول ستة على سبعة مطروحا منها أربعة على سبعة كم المتبقي يا مبدعين بارك الله فيكم المتبقي هو اثنان على سبعة أو نقول عنه سبعين إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال ابناء يبناتي الآن ننتقل إلى السؤال التالي خمسة على تسعة مطروحا منها ثلاثة على تسعة وتفضل يا مبدعين هيا أبطال وصلتوا إلى إجابة بارك الله فيكم إذن هنا خمسة على تسعة مطروحا منها ثلاثة على تسعة كم المتبقي يا أبناء يبناتي مبدعين اثنان على تسعة طيب يا أبناء يبناتي هل في طريق أن أستطيع الوصول إلى الإجابة من خلالها بسهولة لاحظوا أن المقام لم يتغير تبقى حتى في الناتج مكانه هو تسعة صح أو لا لا بينما قمنا بطرح ماذا البسطين وقلنا خمسة مطروحا منها ثلاثة المتبقي اثنان إذن نستطيع أن نقول الناتج خمسة على تسعة مطروحا منها ثلاثة على تسعة يساوي اثنان على تسعة وبهذا نكون أجبنا على هذا السؤال الآن ننتقل إلى درس طرح الكسور المتشابهة والذي فكرة الدرس فيه تقول أطرح كسورا متشابهة ننطلق وإياكم مع هذا الاستعداد ابنائي بناتي وفيه تحتاج سعاد لصنع إبريقا من عصير الليمون إلى ربعي كوب من خليط الليمون ولديها ثلاثة أربع كوب من الخليط كم يتبقى من الخليط بعد صنع إبريق من عصير الليمون حتى نجيب على هذا السؤال ابنائي بناتي أحتاج أن أوجد ماذا؟ الفرق بين ثلاثة أربع وربعين صح والله يا أبطال مبدعين إذن الكسران ثلاثة أربع وربعين أو نقول اثنين على أربعة كسران متشابهان لماذا ابنائي بناتي متشابهان؟ لأن لهم المقام نفسه هنا أربعة وهنا أربعة إذن لطرح الكسرين المتشابهين نطرح البسطين ونكتب الناتج على المقام نفسه كما قلنا في آخر تدريب في درس الاستكشاف الآن ننطلق وإياكم إلى هذا المثال وهو امتداد للإستعداد السابق هنا يقول ما مقدار الخليط المتبقي لدى سعاد بعد صنع إبريق من العصير إذن أبنائي بناتي لدينا طريقتين نستطيع أن نجيب عن طريقها الطريقة الأولى باستخدام النماذج صح ولا لا يا ابطال سأضع أمثل الكسر الأول ثلاثة أرباع بثلاث قطع من الأرباع بارك الله فيكم وهي ما تمثل ثلاثة أرباع سأطرح منها ربعين يعني ذلك ماذا أبنائي بناتي؟ أن أحذف قطعتين من الأرباع طيب يا ابنائي كم يتبقى؟ يتبقى ربعا واحدا وهو ناتج الطرح بارك الله فيكم الطريقة الثانية أبنائي بناتي عن طريق الأعداد أقوم هنا أبنائي بناتي بطرح ماذا؟ البسطين ثلاثة مطروحا منها اثنان كم تساوي؟ تساوي واحد وأضع المقام نفسه أربع إذن ثلاثة مطروحا منها اثنان على أربعة ونرى أن ثلاثة مطروحا منها اثنان تساوي واحد والمقام أربعة لم نغيره صح ولله يا ابطال إذن الناتج هو ربع بارك الله فيكم لذلك نقول مقدار لذلك مقدار الخليط المتبقي هو ربع إذن بهذا الشكل نكون استعرضنا وإياكم هذا المثال ننتقل إلى مثال آخر من واقع الحياة ابنائي بناتي هنا يقول ركض خالد مسافة سبعة على ثمانية كيلو متر يوم الإربعة وركض مسافة أربعة على ثمانية كيلو متر يوم الخميس بكم تزيد المسافة التي ركضها خالد يوم الإربعة عن المسافة التي ركضها يوم الخميس إذن أبنائي بناتي نطرح الكسرين المتشابهين أولا هنا سبعة أثمان سأطرح منها أربعة أثمان لدينا هنا سبع قطع من الأثمان واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة وهي التي تمثل الكسر سبعة أثمان نطرح منها كم؟ أربعة أثمان معنى ذلك سأقوم بحذف أربع قطع من الأثمان صح ولا لا؟ قمنا بحذفها الناتج هو عدد القطع المتبقية كم عدد القطع المتبقية؟ ثلاثة إذن ثلاثة أثمان هو ناتج عملية الطرح بارك الله فيكم لذلك نقول تزيد المسافة التي ركضها خالد يوم الإربعة عن المسافة التي ركضها يوم الخميس بثلاثة أثمان كيلو متر طيب يا مبدعين هنا أجبنا قبل قليل باستخدام ماذا؟ استخدام النماذج طيب بطريقة الأعداد نرى هنا المقام ثمانية، المقام ثمانية وضعنا المقام ثمانية البسطين سبعة مطروحة منها أربعة وضعنا سبعة مطروحة منها أربعة كم تساوي؟ تساوي ثلاثة والمقام ثمانية إذن بكلتا الطريقتين نصل إلى الإجابة أبنائي وبناتي الآن ننتقل وإياكم إلى التدريبات وفي هذه التدريبات بارك الله فيكم السؤال يقول أوجد ناتج الطرح استخدم نماذج الكسور إذا لزم الأمر تفضل يا مبدعين مع السؤال الأول هاي مبدعين وصلتوا لإجابة؟ بارك الله فيكم خمسة أسداس مطروحا منها أربعة أسداس دعونا نطبق أبنائي وبناتي الخطوات باستخدام النماذج نمثل الكسر خمسة أسداس بوضع خمس قطع من الكسر سدس صح ولا لا يا أبطال؟ طيب سنطرح منها أربعة أسداس معنى ذلك أنا أقوم بحذف أربع قطع واحد اثنان ثلاثة أربع قمنا بحذف أربع قطع من الأسداس كم يتبقى لدينا هنا؟ قطعة واحدة وهي التي تمثل الكسر سدس إذن خمسة أسداس مطروحا منها أربعة أسداس تساوي سدس أو نقول واحد على ستة أبنائي وبناتي الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال الثاني ستة على تسعة مطروحا منها أربعة على تسعة وتفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين وصلت للإجابة مبارك الله فيكم دعونا نقوم بحلها بطريقة الأعداد أبناء بناتي هنا ستة على تسعة مطروحا منها أربعة على تسعة سأقوم بطرح البسطين ستة مطروحا منها أربعة أبناء بناتي كم يتبقى؟ يتبقى اثنان طيب المقام هنا تسعة والمقام هنا تسعة كم سيكون المقام؟ تسعة بارك الله فيكم إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذا السؤال ننتقل إلى السؤال الثالث أربعة على سبعة مطروحا منها ثلاثة على سبعة وتفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين وصلتوا الإجابة؟ مبارك الله فيكم إذن هناك كسور متشابهة نقوم بمباشرة بطرح البسطين أربعة مطروحا منها ثلاثة يساوي واحد المقام هنا سبعة المقام هنا سبعة إذن يكون هنا المقام سبعة إذن بهذا الشكل نكون أجبنا على هذه الأسئلة الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى فقرة تدرب وحل المسائل السؤال رقم أربعة عشر قرأت سعاد ثلاثة أخماس الكتاب وقرأت أمل خمسة الكتاب نفسه ما الفرق بين ما قرأته سعاد وما قرأته أمل تفضلوا يا مبدعين شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر работает شكرا بترجمة نانسي قنقر نوا게 ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم إذن قرأت سعاد ثلاثة أخماس الكتاب وقرأت أمل خمس الكتاب نفسه ما الفرق وهنا أبناء وبناتي عندما نقرأ ما الفرق ما هي العملية التي سنستخدمها عملية الطرح ما الفرق بينما قرأته سعاد وما قرأته أمل إذن سأقوم بأبناء وبناتي بالعملية التالية أقول ثلاثة أخماس مطروحا منها خمس هل نستطيع ابناء وبناتي أن نطرح بكل سهولة لأنها كسور متشابهة صح ولا لا لها نفس المقام إذن أقوم بطرح البسطين ثلاثة مطروحا منها واحد يساوي اثنان والمقام هنا خمسة المقام هنا خمسة يكون هنا المقام خمسة إذن نستطيع أن نقول الإجابة على السؤال ما الفرق بينما قرأته سعاد وما قرأته أمل نقول خمسي الكتاب أو اثنين على خمسة من الكتاب بارك الله فيكم إذن بهذا الشكل نكون جبنا على هذا السؤال ومنه ننتقل إلى السؤال الآخر قسم صندوق إلى عشرة أقسام متساوية وتم تعبئت تعبئته أو عفوا وتم تعبئت سبعة أعشار من الصندوق ما الكسر الذي يمثل الجزء الفارغ من الصندوق هيا أبطال سؤال جميل وتفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم لدينا أكثر من طريق أن نستطيع أن نحل بها هذا السؤال ها أبنائي لإستخدام النماذج هنا أبنائي بناتي نستطيع أن نقول قسم الصندوق إلى عشرة أقسام متساوية عشرة أقسام متساوية إذن أبنائي بناتي أضع عشرة أشياء متساوية أبنائي بناتي تم تعبئة سبعة أعشار من الصندوق إذن سبعة أجزاء من هذه الأشياء المتشابهة أقوم بإزالتها كم يتبقى لدينا هو الكسر الذي يمثل الجزء الفارغ من الصندوق إذن تبقى ثلاثة نقول ثلاثة أعشار أو ثلاثة من عشرة كذلك أبنائي بناتي نستطيع أبنائي بناتي أن نقول الصندوق نقسم إلى كم جزء؟ إلى عشرة أقسام متساوية إذن يمثله ماذا؟ الكسر عشرة على عشرة مطروحا منه ما تم تعبئته كم؟ سبعة أعشار صح ولا لا يا أبطال الآن أبنائي بناتي نطرح وهي نكسر متشابهة عشرة مطروحا منها سبعة تساوي ثلاثة والمقام عشرة المقام عشرة إذن يكون هنا المقام عشرة إذن الكسر الذي يمثل الجزء الفارغ من الصندوق هو ثلاثة أعشار أو ثلاثة على عشرة يا أبطال الآن ننتقل وإياكم إلى هذا السؤال وهو أحد أسئلة مساء المهارات التفكير العليا مسألة مفتوحة وهنا عندما نقول مسألة مفتوحة هناك أكثر من إجابة محتملة بارك الله فيكم اختر كسرين متشابهين يكون الفرق بينهما اثنان على تسعة وبرر اختيارك تفضل يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر 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 هاي مبدعين هل وصلتوا لإجابة؟ بارك الله فيكم إذن هناك أكثر من إجابة محتملة لهذا السؤال أحد هذه الإجابات أن نختار الكسرين خمسة على تسعة والكسر ماذا؟ والكسر ثلاثة على تسعة لماذا اخترناهما أبناء بناتي؟ لابد نبرر لأن خمسة على تسعة مطروحا منها ثلاثة على تسعة كم تساوي أبناء بناتي؟ نطرح البسطين خمسة مطروحا منها ثلاثة تساوي اثنان والمقام تسعة المقام تسعة يكون هنا المقام تسعة وهنا أبناء بناتي الفرق بين الكسرين ماذا نتج؟ اثنان على تسعة إذن إجابتنا صحيحة بارك الله فيكم ومع هذا السؤال أبناء بناتي نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تقبل وفاق التحية والاحترام مني أنا معلمكم علي قحطاني وزميلي في لغة الإشارة وأستاذ معاذ القرعاوي في أمان الله اشتركوا في القناة